اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان يمكن الحديث مستمر عن مسألة التغيرات المناخية وزي نجاب هذه التغيرات المناخية يمكن اليومين اللي فاتوا كلنا تبعنا تبجيهات سيادة الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة على الطرق في كل المحافظات وده ببساطة علشان نحاول حماية البيئة نحاول مجابهة التغيرات المناخية نخفف شوية نسبة سانيوكسيد الكربون اللي طبعا بتعمل زيادة في الاحتباس الحراري ببساطة الأشجار هي مصنع الأكسوجين اللي بيحافظ على حياة الكوكب كله خلينا نعرف أكتر ونفهم بالتفصيل إزاي نستخدم الزراعة والتشجير علشان يكون في إعادة للتوازن البيئة بنرحب دروقتي في الستوديو بدفنا لنورنا الدكتور أشرف عمران عضو المجلس العربي للأمن المائي والغذائي وأستاذ الزراعات المائي صباح الخير على حضرتك يا دكتور ومصطلح التشجير البيئي واستخدام الأشجار في إعادة التوازن البيئة أه طبعا وحضرتك طبعا إحنا التشجير البيئي هو عنصر مهم جدا في عمليات التشجير اللي مفروض أن احنا كنا نهتم بيها من زمان يعني النهار ده حالك مثلا تدخلي على المناطق الصناعية تدخلي على مناطق الشوارع والطرق بتلاقي جميع الأشجار زي الونيفورم كلها واحد ما فيش فرق شغيرة الفيكس فيكس وهتلاقي بوانسيانة بعض الأشجار التجميلة هي أشجار جميلة ما مناش حاجة لكن الفايدة البيئية بتاعتها أقل بكتير من أصناف أخرى ربنا سبحانه وتعالى ادىنا لكل النباتات ميزة خاصة في الامتصاص في أشجار تنتص سينيكوسيد الكربون في أشجار تنتص أكسيد نيتروجين في أشجار تنتص الكابريت وكل المنطقة طب هلأ احنا بنسير بشكل علمي في زراعة كل الشجرة في مكانات صحيح؟ للأسف كلام ده يعني أنا بقولها هيك من 18 سنة تقريبا كتبين على هذا الكلام النهار ده أنا مثلا منطقة صناعية المنطقة الصناعية دي لازم أن أنا أحلل الأول المنتج بتاع المصنع شكله إيه الغازات شكلها إيه نوع الغازات إيه ومن هنا ببتدأ أقول له لا أنت مجبر تزرع لي أختار نوع الشجر المناسب لهذه المنطقة يعني عندنا أكسيد الكابريت مجموعة أشجار دي موجودة ومعروفة عندنا أكسيد نيتروجين معروفة فالمنتج اللي بيحدده المنتج المصنع نفسه هو لابد أن يكون من ضمن الترخيص تحديد المساحة وعدد الأشجار ولكمية نفسها ده شيء مهم جدا أننا نستطيع نعمل وهكذا الأصلح إيه طيب لمنطقة صناعية فيها أكسيد الكربون وكل الغازات الدولة هو أكسيد الكربون أنا مثلا حاجة زي البولونيا البولونيا دي عملاقة الطيرات يعني عملاقة الطيرات الملاخية البولونيا دي ما هو سرعي جدا وفي الوقت نفسه وراقها كبير دي واحدة دي بتنطس أكسيد نيتروجين وأكسيد كابريت اللي تنم مع بعض لكن عندي في أصناف تانية بتنطس أكسيد وهل هي مكلفة مثلا عشان كده؟ بالعكس شوف حركة إحنا بنجي نحسبها إزاي كل الشوارع دي وكل الشجر في الشوارع بياخد عناية واحدة بياخد كمية مية واحدة بياخد حيز واحد ولكن الفايدة البقية بتاعته مش مش في محلها فعلى سبيل المثال يعني جات فترة كده ناس تقول عايزين نزلع أشجار مصمرة مكان الأشجار دي دي ملهاش لازمة بالعكس ده حضرتك الشوارع والطرق والتشجيل دي أهمية رئية بس إحنا مش قادرين نقصها بالزبط يعني النهاردة أساسا ما نفعش إننا ناخد أي شجرة مصمرة في شارع في أكاسي الكابريد بالمنظر ده ولا أكاسي الكربون تبقى سمى أساسي والله وده نقطة مهمة جدا إن إحنا نبقينها للناس لأنه زي محضرتك بتقول الناس بتقول عايزين أشجار مصمرة في أماكن ما ينفعش أصلا يكون فيها وجود للأشجار المصمرة حضرتك الطرق السريعة وإنتي ماشية على يمين وشمال الطريق أي خضرة موجودة على يمين وشمال الطريق ما تاكلهاش إطلاق ومفروض ما تتجمعش لأن الطريق ده بيبقى ماري عليه كام عربية عدد كبير من العربيات نسبة أكاسي دي النيتولوجين والكابريد حجمها حجم طرق السريعة ملا وطريق بطيق حتى بقى نسبة السمية أكبر آه طبع يعني شو هم بقولها هيك أبديك كمثال بس يعني الناس مش هتاكل خضرة من الطرق إلا في الطرق الجنين اللي هي في الغطان لكن بالنسبة فبقول لحليك كده أنت كمان أكاسي دي الروسخاص بتبقى أوطى حجمها أوطى متاكلش أي حاجة خضروات ورقية موجودة على الطريق على الغطان على الطريق يعني ده كله بيبقى نسبة السمية فيها عالية جدا ده على سبيل المثال آه مثلا عندنا هنا العربية نوع النوع الإشارة ونوع الزحمة فيه كما عربية بتعدي من الطريق ده خمسمية عربية بنحسب النسبة قد إيه وبنبتدي ما أقول لا التلويس هنا أحتاجين أشجار قد إيه ونوعية الأشجار المفروض تكون موجودة هنا طبعا هنا إنما هنا يعني أنا مثلا عندي إشارة مرور بتقف فيها كما عربية في المنطقة دي مفروض تشجيرها يبقى مختلف تماما لأكاسيد رصاب موجودة أكاسيد نيتروجين موجودة أكاسيد كاربون موجودة فبتدي أدرج أكاسيد نيتروجي الرصاص كسافتها أولاية اللي فتنزل تحت لكن ده ما بيحصلش إحنا بنزرع بشكل يعني ويونيفورم حالك يدخل كل الشوارع هتلاقي كلها واحد الفيكوس فده كده هدر مائي وهدر في الوقت وهدر في المصاريف يعني مثلا إحنا عملنا تجربة إن شاء الله إحنا عندنا بحث وعشان كده يمكن يا دكتور الناس بتقولك طب خلص خلوها أشجار مسمرة بقى بنام هو الموضوع يعني ما هواش بيحل الأزمة البيئية حدش يعي النقطة لحضرتك وتتكلم فيها فعشان كده بقول لحضرتك هي جات هوجة كده وقالوا لأ ده طب إزاي يعني النهاردة إحنا المنهج العلمي لازم يكون موجود قدامنا في كل حاجة أول حاجة بشوف إيه صعوبة تطبيق المنهج العلمي ده ده تطبيق يعني نسلا ومعنه غير مطبق يعني للأسف للأسف فبقول لحضرتك للي سبب إحنا النهاردة حتى بنطالب بتغيير مفهوم التعليم الجامعي للزراعة اللانس كيبين كله عندنا مهتم بالنواحي الجمالية ومنتاح بالكلام ده كله الألوان وكام ده إنما البيئة أنا معنش أنا ما دستهاش كمان حتى الفترة الأخيرة دي كل الزملاء اللي أنا كنت بعمل كونفرنس معاهم للأسف ما فيش الموضوع ده فلابد أن التشجير البيئي ياخد وضعه الطبيعي حتى نعرف أولادنا لأن البيئة هي كل حاجة طب خلينا نخش في الصند الموضوع الكلام ده حتطبق في ميك مليون شجرة حملك ميك مليون شجرة إن شاء الله لإن إحنا بلحك أنا عملنا دراسة كل طريق أنا عندي بحث كل مصنع كل لا ده موجود أنا عمدي كتاب نازم من 18 سنة فيه 6 تفاصيل كلها يا فندم أكمل الأوراق حبيثة الأدراج ولا تطبق حال سيطبق لا هو حريك إن شاء الله سيطبق لسببين أنا طبعا زي ما قلنا كده بنيجي مثلا على تشجير أصلا أنت خلاص دخلت في مجال الاقتصاد إحنا حزبين الشجرة هتكلف كام يعني وهتجيب لي كام كاربون كريدت لأن الكاربون كريدت دلوقتي إحنا عندنا البترول بتتخسم 10 دولار على كل برميل رحلات الطيران بتتخسم على كل كيلو في رحلات الطيران غرامة بيئية فهو بيحصل طبعا من معروفة دي بره من زمان يعني إن أنت مش لازم أنا عسانة هزرع مليون شجرة إحنا دي بالحسابات حزبينها أنا عايز 3000 هكتار 3000 هكتار عشان نشوف الكاربون كريدت بتاعي وأقدر رئيسه أنا مش أقل من 10 سنين عشان نشيل الخشب ويبقى وغوزن الخشب ومن خلال وزن الخشب بعرف هو استخدم قد دي كاربون يعني باجي بقول مثلا أنا الترجل بتاعي 700 ألف طن كاربون ده الترجل باخده بكذا نوع من الأشجار وباخده بكذا نوع من الوسائل اللي بتنتصن لكسيد الكاربون ومن هنا بنشوف الكدوة الاقتصادية ماشية زي أول حاجة عشان نزرع مليون شجرة هيكلفني صيانة وزراعة وصيانة لمدة عشر سنين وتغيير وكمية المية اللي نحن حسبين المية باتنين دولار على المتر المكعب زي السعر العالمي يعني تلعي المليون شجرة في العشر سنين التكلفة الفعلية نص مليار دولار دولار نص مليار دولار دي حاجة الحاجة التالي نحسب الفوائد العايدة 700 ألف طن كاربون السعر العالمي دي خمسين دولار الطن يبقى بنتكلم في حوالي عشرة مليون دولار نتيجة الكاربون كوريدت أو بيع الكاربون كوريدت الجزء التاني 700 ألف طن كاربون بيعمل لي نصه مباشرة أخشاب يعني 350 ألف طن خشب 350 ألف طن خشب دول لما بضربهم سيف 2000 دولار الطن بيعمل لي تقريباً 200 250 وخمسة مليون دولار وإحنا نقدر نقول ده نوع من أنواع الاستثمار البيئي هو ده الكاربون كوريدت الحقيقي وهنشوف البحث منزلينه أنا وزميلي دكتور محمد عشور البحث نازل الشهر الجاي ده في كل التفاصيل ولسه هنتكلم تاني أي شجر أهم لو زرعنا بنص مليون دولار شجر هنحمي أو يعني الفاليو أو القيمة أو الفايدة إيه نكلم لرغوط الأرقام برضو ما هي رغوط الأرقام أنا زيان بقول لحي كده هبيع الكاربون بعشرة مليون وهبيع الخشب بـ 200.5 مليون دولار لو اعتبرنا إن الطند الخشب بـ 2000 دولار أنا أساسا كلفتها نصف مليار 500 أو شوي يبقى كده في عائد أو في مش هقول خسارة في فرق في الماديا ما فيش خسارة كتر من خسارة الصحة يا دكتور وخسارة أطفالنا وخسارة الهوى يعني إحنا إحنا شفنا في الكورونا لما الدنيا وقفت الهوى تغير إزاي أه طبعا شمينا هوا مختلف بس حيك بكلمك بالأرقام برضو وهقولك هتيجي الفايدة إزاي النهاردة أنا كده كمستثمر أنا خسران 300 مليون دولار في زراعة المليون شجر ولكن في فوايب بيئية تانية زي نسبة الرطوبة زي طلطيف الجو زي طبعا الامتصاصات أنا في الكتاب بكتب أقول إيه إحنا بنتحك التغيير ده نحس بيه بعد كم سنة من المشروع يعني الوقت اللي يخلي الناس تحس بالتغيير والجو النظيف والبيئة اللي ده غيرت بعد كم سنة من المشروع هي حديث بيحصل طبعا هي بعد خمس سنين تحس بالفرق ولكن الناحية التانية انت عندك زيادة في عدد السكان زيادة في العربيات زيادة في الكلام ده أنا كل عربية بتدخل لو مشي 90 كيلو بتعملي 11 كيلو كربون فأنا معلش هي البزنس محتاج شواء إن احنا نهتم بيه النهاردة كل عربية جاية بتترخص بتدفع الغرامة البيئية اللي هنزرع بيها الشجر اللي هي بتعمله السي سي بتاع العربية دي اي يعني مثلا 11 طن كربون على 90 كيلو انت عشان أعمل دي بأنا محتاج 11 شجرة على سبيل المثال اتفع لقيمة 11 شجرة مع أول ترخيص عربية ودي هتفتل خلاص عربية موجودة بالتتابع وتوجه لي منطقة تشجير الموجودة مش لازم يكون عندك كمان هل ده مطبق عالميا؟ شوف حديك احنا مفروض طالما عندنا المعلومة لازم نسبة العالم في التطبيق مطبق انا بقول لحديك يعني انا شغال طبعا يعني برة فبقول لحديك يعني بلوقتي شركات البترول وشركات الطيران وشركات السابق والمجموعة دي كلها بتقول لك احنا بندفع غرامة بايه قد دي كده لكن مش مطبق على الأفراد هو ده لانا كنت بتحديث عن اه لأ الأفراد لا لأ هو المفروض المفروض النهاردة ازرع يعني ادفع غرامة مرة واحدة 11 شجرة لما تيجي تحسبها مش هتلاقي كومتها كبير بس هتأمل لك كل حاجة ما انت النهاردة ده بتلوس في البيئة يعني انت جايب عربية وبتلوس في البيئة لان انت اساسا بتعدي السرعة التسعين وبتعدي الكنده كله في نسبة التلوس ما اعتقد انه ده ممكن يكون مشروع دولة وليس أفراد لا ده مشروع دولة الدولة طوالية ونوطة بهذا الرخصة لما تيجي اما مشروع دولة وقانون دولة فبدي لحديك ده مجرد شيء كده هنحس بالكلام ده بعد خمس سنين لما انت تحافظ يعني الفكرة انت مش بتحط قوانين وطي انت تختارك كامل خمس سنين حنكون انت هنا من اخر شجرة في الميت مليون شجرة لا هي المفروض ما تكونش كده المفروض انه بيبقى خطة الميت مليون لا الميت مليون احنا بنزرع مليون شجرة وبنوجه الاماكن يعني النهاردة عشان هزرع مليون شجرة انا عايز ثلاث تلاف كتار الثلاث تلاف وعندنا بديل اخر على فكرة وساهل ومربح يعني بديل اخر يمتص سنكسيدي الكاربون كله ومربح جدا اللي هو ايه ما ده اللي بقول لحكي عليه احنا عاملين البحث ده بعد من المليون شجرة جابت خسرنا فيها 300 مليون بالاضافة فيه بعض الفوائد البيئية زي نسبة رطوبة الجو ولكن ارقام حسابية احنا عندنا بنزرع التحالب التحالب بتنتص سنكسيدي الكاربون بنسبة عالية جدا والتحالب اقدر ان انا اتوماتيك اعرف في الثانية الواحدة استخدام تأديه كاربون عن طريق سنسور فبزرع التحالب سنسور يعني اللي هي اجهزة عدات عدات بيحسب لي جنريتور سنكسيدي الكاربون بيحسب لي كمية سنكسيدي الكاربون اللي انا انتصتها من الجو هو جنريتور بيمتص على طول حسب اللي احنا محتاجين بتحطوا جوه التحالب؟ نعم فانا بتحطوا جوه التحالب؟ لا هو بيدخوا هو سيستم بدخل سنكسيدي الكاربون بدخلوا بجنريتور جوه للقياس فقط يعني لا لا بالعبس هي بتنتص التحالب بتنتصوا سنكسيدي الكاربون اكبر ميزة للتحالب للبحارية كلها انها بتتلوسك من الدواء من التلوس تمتص كل الغازات سنكسيدي الكاربون طول ما فيه تحالب هي اساسا بتنمو وبتكون الاكسام بتاعتها كلها من سنكسيدي الكاربون فبنيجي نحط سنكسيدي الكاربون بيطلع لي وكل يوم خلاص كده بيطلع لي الناتج ايه؟ الوحدة بتكلفني تقريبا 38 مليون دولار في مساحة في المساحة الوحدة 10.000 متر او هكتار لما اقول همشي على 700 ألف طن سنكسيدي الكاربون في الحالة زي دي انا محتاج ميت وحدة كل ده في الأبحاث والدراسات وعرضينها على بعض الشركات المهمة تشجيري عايزة تمتاز سيروكسي الكاربون زي شركات البترول والحاجات دي كلها وده بتحسيب له بالأرقام على البنك الدولي مباشرة عشان تتخصم عليها فبنيجي بنقول الوحدة الوحدة بتكلفني 38 مليون دولار الوحدة دي عبارة عن تيوب الكامل بتمر فيه التحالب ومنبتدي نعمل عاملية تكفيف بنطلع منه أوموجاتري بنطلع منه مستحضرات تجميل طبعية بنطلع منه البروتين مجموعة هي مجموعة كاملة من الانتاج والتصنيع الانتاج والتصنيع في النهاية احنا حاسبين طبعا كل حاجة بالتفصيل الوحدة الوحدة اللي هي العشرة تلاف دولار بتكسبني 56 مليون دولار هي كلفت مرة واحدة 38 يبقى السنة التانية والتالتة والربعة كل سنة 56 مليون دولار يعني أنا عشان أقارنها بالمليون شجرة مليون شجرة كلفوني تقريبا أخذوا 3000 هكتار وخذوا تقريبا نص مليار هنا أنا بخذها بالقياس 700 ألف طن كربون برضو ولكن العائد هنا 100 هكتار بس مش 3000 هكتار الحل التاني أن أنا بنتج 556 على كل وحدة يعني بتكلم فيه 560 مليون مليار 560 مليار دولار جاية في العشر سنين هل الدراسة اللي حريك عملها حطت تكلفة العامل حطت تكلفة المية كل حاجة حطت تكلفة النقل ما بقول الحقيقة إحنا حتى التسويق يعني تسويق المنتج نفسه إحنا وضعت الأماكن الأولى بالمناطق الصناعية بالضبط يعني أنه نهاردة أنا عندي منطقة سي مثلا شركات بترول أيا كانت اسم الشركة إيه فهي في الوقت ده هي قريدي عاملة القصة دي يعني لما حشجر في حلوان غير لما حشجر في حتة زي مثلا أكتوبر هنا ما فيه هوا هنا ما فيش هوا لا دي حضرتك التحالب إحنا بتتكلم ما بين الزراعة من اللون شجرة بيعملوا إيه وأنا عندي الوسيلة أخرى تانية بالتحالب بمتصص صحيح يعني يمكن العديد من المبادرات الهدف منها الرئيسي هو التصدي لمسألة التغيرات المناخية إحنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف عمران عضو المجلس العربي للأمن الغذائي والمائي وأستاذ الزراعات المائية شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا 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 شكرا